سنتكلم في هذا الفيديو عن النقاط الساخنة للتنوع الأحيائي وتعني المناطق التي تتطلب اهتماماً وحماية خاصة من الإنسان من الواضح أن الأرض في مأزق كبير لذا وجب التركيز على مناطق معينة بسبب محدودية الموارد والوقت المتوفر إذن ما هي المعايير التي تستخدم لتحديد هذه النقاط الساخنة التي تحتاج إلى حماية واهتمام خاصين؟ في عام 1988 قام العالم نورمان مايرز بكتابة بحث مهم يحلل فيه أنواع مختلفة من المعايير الجيولوجية والمناخية والتميزية للوصول إلى مفهوم النقطة الساخنة توصل العلماء الذين درسوا هذه المشكلة إلى معيارين أساسيين تعتمدهما منظمة Conservation International لتحديد النقاط الساخنة للتنوع الأحيائي المعيار الأول هو أنه يجب وجود 1500 نوع متوطن من النباتات والمعيار الثاني هو وجود عامل إضافي يجعل المنطقة فريدة من نوعها حيث يجب أن تكون أكثر من 70% من المواطن الأصلية قد اختفت مما يدل على ضرورة تصنيف هذه المنطقة كنقطة ساخنة لكن لماذا حدد العلماء عدد النباتات في المعيار الأول؟ تعد النباتات خاصة في البيئات البرية مهمة جداً فالحيوانات تذهب حيث النباتات وتعد أيضاً المنتجات الأولية وتقع في قاع السلسلة الغذائية إذن الحياة تجذب الحياة الأخرى وتعتمد على الحياة الأخرى الآن دعونا نعود إلى فكرة التوطن الأنواع المتوطنة هي الأنواع الموجودة في مكان معين ولا توجد في أي مكان آخر على الأرض وبعبارة أخرى فإن التوطن هو مقياس يحدد مدى كون شيء ما فريداً من نوعه ولا يمكن استبداله من الأمثلة على الأنواع المتوطنة هي السلاحف التي تعيش على جزر غالاباكوس يوجد على معظم الجزر نوع خاص من السلاحف يعيش فيها وليس في أي مكان آخر لذلك إن حصل حدث ما أدى إلى القضاء على هذه السلاحف في تلك الجزيرة فإنها تكون قد اختفت إلى الأبد لأنها لا توجد في أي مكان آخر إذن هي غير قابلة للاستبدال في الوقت الحالي تعترف منظمة كونزرفيشن انترناشنال رسمياً بـ 34 نقطة ساخنة للتنوع الأحيائي على الأرض وهذا أمر مميز جداً لأن هذه النقاط الساخنة تمثل أقل من 3% من مساحة سطح الأرض إذن هي مناطق مميزة للغاية هناك العديد من المفاهيم الأخرى المرتبطة بهذه الأماكن المميزة بالإضافة إلى النقاط الساخنة وتستخدم النقاط الساخنة لتحديد وحدات جغرافية كبيرة من الماء واليابسة التي تتمتع بتجمعات فريدة من نوعها أو ظروف بيئية مميزة تجعلها جديرة بالحصول على اهتمام خاص من المهم جداً أن تدركوا أن فكرة النقاط الساخنة هي أكثر من مجرد وسيلة للمحافظة على هذه المناطق فهي أصبحت في الواقع أداة علمية قوية هذه النقاط الساخنة هي وسيلة لمتابعة حالة كوكب الأرض فهي تمكن العلماء من قياس أثر النشاط البشري أو التغير البيئي على هذه النقاط المختلفة بشكل مستمر وقياس الضغط الواقع على التنوع الأحيائي يمكنكم النظر إلى هذه النقاط الساخنة كممثلاً لمناطق أخرى مهددة بالخطر على كوكب الأرض والتي قد لا تتوفر فيها المعايير الخاصة التي تكلمنا عنها سابقاً أي أنها لا تحتوي على 1500 نوع متوطن من النباتات ولم تفقد أكثر من 70% من مواطنها الأصلية لكنها مع ذلك لا تزال أماكن حرجة وهامة لكثير من الكائنات الحية فكروا بالنقاط الساخنة كشبكة من الأماكن المترابطة على الأرض فهي ليست وحدات منفردة تحمي أجزاء صغيرة من التنوع الأحيائي بل تساعد في الحفاظ عليه في العديد من المواطن وغيرها من النقاط الساخنة الأخرى العديد من منظمات حماية البيئة والحكومات وحتى الأشخاص الذين يهتمون بالبيئة يمكنهم استخدام هذه النقاط الساخنة للمساعدة في توجيه الموارد بشكل أفضل إلى الأماكن التي تتطلب اهتماماً كبيراً يجب على الإنسان أن يعزز قدرته على حماية الثراء بالأنواع ليتمكن من تعزيز استقرار النظم البيئية ومورونتها هذه النقاط الساخنة جديرة فعلاً بالجهد الخاص الذي تم بدله على مدى العقود القليل الماضية لمراقبتها وتطوير العلم الذي يساعد في تحديد هذه النقاط ومراقبتها وتحسين صحتها ومن ثم توظيف تلك المفاهيم لتوعية الناس إلى أهمية حماية الحياة على الأرض